اليوم في أخبار من حوالينا رح نحكي عن أعنف حوادث الفيضانات والعواصف اللي ضربت العالم مع بداية هاد الشتاء ورح نبلش مع الهند ونيبال اللي قتل فيهم أكثر من مئة شخص بعد عدة أيام من فيضانات وانزلاقات تربة في شهر عشر الماضي الحصيلة الرسمية في الهند وصلت لـ 85 قتيل وـ 11 مفقود في النيبال لـ 31 قتيل وـ 43 مفقود ومع بداية شهر 12 وفي العراق تحديداً قتل 11 شخص في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق وتركزت السيول في أحياء شعبية واقعة في ضواحي جنوب شرقي أربيل وهي اللي سببت أضرار مادية كبيرة وبعاني العراق من ظواهر مناخية قاسية جراء تداعيات التغير المناخي اللي بات السبب الرئيسي للجفاف وهو أصبح البلد الخامس في العالم الأكثر تأثراً بالتغير المناخي وفق الأمم المتحدة أما الفلبين فشهدة إعصار قوي تسبب بمقتل وجرح العشرات ومازال كتير أشخاص في عداد المفقودين في وقت خلفت الكارثة في أضرار كبيرة في المناطق اللي أشد تأثراً بالعاصفة في وسط الأرخبيل وجنوبه واضطر أكتر من 300 ألف شخص ليتركوا منازلهم والمنتجات السياحية بسبب هالإعصار اللي أدى لانقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في كتير من المناطق بعد ما دمر أبراج التصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجار وهدم مساكن وبلغت سرعة الرياح المصاحبة لهالإعصار 195 كيلو متر في الساحة وهذا الإشي خلف أضرار كبيرة كتير ساعة عفوا واليوم ارتفعت حصيلة الفيضانات اللي تسببت فيها أمطار غزيرة هطلت على ولاية باهية في شمال شرق البرزيل لا عشرين قتيل و 63 ألف نازح بحسب ما أعلنت السلطات وقال حاكم الولاية روي كوستل اللي بيشرف من يوم السبت على عملية إنقاذ بتنفذها في المناطق المتضررة أجهزة الولاية بالاشتراك مع الحكومة الفيدرالية وولايات تانية إنهم بعيشوا أكبر كارثة في تاريخ باهية والضعف عدد النازحين من يوم الأحد ووفقا لجهاز الحماية المدنية في الولايات في الولاية عفوا أجبرت الفيضانات حتى اليوم 62 ألف و 796 شخص على مغادرة منازلهم وأعلن الجهاز إصابة 358 شخص بجروح منذ بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول في تشرين الثاني تقريرنا القادم من اليمن شوفي هناك في ظاهرة فريدة من نوحة تحولت حفرة كان بيستخرج الناس منها التربة والرمال لنهر في منطقة قاحلة بمحافظة لحج جنوب اليمن وبحسب سكان المنطقة فإن واحد من المواطنين قام بحفر بئر فتفجر من المكان ينابيع من المياه العذبة الصالحة للشرب محول المنطقة لبحيرة بتزداد التساع يوم بعد يوم بفعل تدفق المياه هذا كان محفر للبناء الكري وغيره وغيره وواحد من المواطنين قام بحفر زي ما تشوفه قدامكم وتخرج منها أنابيع من المياه صار المكان وجه للمئات من الزوار يوميا من محافظة لحج والمحافظات اليمني الأخرى للإطلاع على هاي الظاهرة الغريبة من جهة وموارسة السباحة من جهة تانية ما شاء الله تبارك الله اليوم صباح هذا المكان مزار الجميع المواطنين وأبناء محافظة لحج والمحافظات الأخرى يعني بشكل ما شاء الله يعني هنا معاكم مآت المواطنين تشاهدونهم أمامكم يقعون صباحا ومساء لزيارة هذا الموقع الناس من دهشوا فعلا ومستقربة حاجة فجأة هكذا في طبيعة هذه البحيرة تعتبر ميراث للحج الخضيرة كما كانت تسمى من قبل الأقداد سابقا بلحج الخضيرة ونتمنى إن شاء الله من السلطة المحلية ومن المحافظة الاستفادة من هذا المخزون المائي لتغذية مواطنين لحج ومواطنين القرى الذين لا يحصلون على المياه الصالحة بسبب نضوب الآبار في السنوات التي مضت ودعا مواطنين السلطات المحلية والجهاد ذات العلاقة لضرورة استغلال المياه الوفيرة اللي رح تسهم في نهضة زراعية شاملة في المنطقة الشاسعة اللي بيضغى عليها الجفاف دوسito تحيا! تحيا! شكرا